السلام عليكم ورحمة الله كيف دايلي اللبس عليكم أمركم زيانة أحوالكم طيبة نتمنىكم تكونوا كاملا بخير وعلى خير إن شاء الله اليوم قد نشوفوا مع بعضياتنا جوج ديال الاقتراحات لقيتة ديالهم هي هادي قد نشوفوا مع بعضياتنا مربة تفاح موجودة بفي الأسواق وبتمن جد مناسب هكا نوجد به مربة ديال تفاح اللي كي يجي الديد صدقوني من أروع الوصفات أو الطرق ديال تحضير المربة ديال تفاح قد نشوفها معي إن شاء الله في هذا الفيديو بأدق تفاصيل طريقة ديال تخزين دياله وكيفاش ممكن أننا نحتفظو به غادي تولي هاد الوصفة هي المعتمدة عندكم إن شاء الله ما غد نشتغيرها لأنها فعلا لديدة وناجحة وغادي نشوفوا مع بعضياتنا جوج ديال الطرق في ترقاد الففلة الحارة جوج ديال الطرق اللي ناجحين وكيتحضروا في واحد الوقت اللي هو قصر وكتتوجد لنا في مدة قصيرة يعني خلال أسبوع قد يكون عندنا إن شاء الله هادي الفلفلة الحارة واجدة والوقيتة ديالها هي هادي يعني موجودة في الأسواق كان وجدوها دابا إن شاء الله باش نحتاجوها في الوقيتة ديال برد وهاكية مرافقة هادي الفلفلة الحارة كتواتم عبزاف ديال أطباق اللي كان ناخدوهم في وقت البرد خليكم معي أخواتي من الأول تالأخير وما تنسونيش فضلا من تشجاعة ديالكم الله يجزيكم بخير كيف نقول دائما من باب التشجيع والتحفيز جوز ديال الاقتراحات اللي غادي نحتاجوهم إن شاء الله نحضرهم على اليد ديالنا ونأكد لكم نجاح هاد جوز ديال الوصفات نتوكلوا على بركتي الله ونقولوا باسم الله نبدو بترقاد الفلفلة الحارة هنا عندي هاد المزيودات هادو كيف كتشوفوا معي اللي غسلتهم وبطبق الحال ناخدوها بقى جديدة قبل نغسلها ونخليها في الشبيكة حتى تنشف مزيان او لك نفرشوا لها واحد سيريبيتا او لواحد المنيدر ونخليوها تنشف مزيان أنا كنفضل نخليها في واحد شبيكة ومن بعد نديرها في واحد فوق واحد المينديل ونخليها مكان مسحمة ونخليها حتى تنشف صفي وغادي ندوز هنا يا نبدو نحيدوا لها شوية كيف كنقولوا من ذاك الرويصة اللي كتكون فيها يعني ذاك الكتب اللي كيكون عندها آآ يعني كيكون كبير كنحاول انني نقص منه وبطبع الحال القراعي اللي غادي نوضفوا فيهم او اللي غادي نخدموا فيهم هاد الفلفلة راك نكون معقمهم من قبل طريقة التعقام هو أنني نأخذهم كننف واحدة طنجرة ولا جميلة وكندير فيها الماء مغلي مع قدرة الخل وكنخليهم يغلوا ويعودوا ومن بعد كنقلبهم على فمهم فوق واحد سريبيتا وكنخليهم حتى ينشفوا ما كنمسحهم موالوا يعني الطريقة للتعقام هادي للتذكير فقط هنا كنناخد هاد الفلفلة الحارة كنحيد منها ذاك ننقص منها ذاك يعني ذاك العريش اللي عندها وكنناخد واحد سكين او لعود دير شواء او لواحد القطيب وكنبدأ ندير فيها واحد الفتيحة او لكندير فيها واحد جريحة يعني كل الحبة كان ندير فيها واحد جوج جريحة تبعا هكا وكننحطها في هاد القرعة مباشرة يعني واحد طريقة اللي هي ساهلة اه ديال ترقاد الفلفلة الحارة وكيف قلت كتت توجد فقط لي هو يقصر يعني في مدة ديال اسبوع ممكن اننا نتناولوا هاد الفلفلة الحارة هنا كنحاول انني اه ندير في القاعدة ديال القرعة حتى كنعمرها وعندي دوائر ديال الفلفلة اه عفوا ديال الحامض يعني الحمض العادي ماشي الحمض مصير الحمض العادي كيف كتشوفوا معي دوائر وكنبدأ نديرو في الجنب وعندي وريقات ديال سيدنا مساء او لا ديال الرند يعني باش هاكا تكون عندنا احتفل قاعدة دوك الدواور ديال الحامض ماشي احتكر عمرو القرعة قعد كان مقد دا ندخل فيها يعني هاكا مش كتجيني ساهلة كندير دوك جوش دواور ديال الفلفلحار اه عفوا ديال الفلفلحار ديال الحامض بلا ما نحدف هاد المقطع هاده وكندير اعود وريقات ديال الرند وانا غدا حتى كنسالي القرعة ديالي كاملة مني كنشوف راسيراني اعمرتها باش هاكا تكون عندنا الحامض في الوسط في القاعدة وفي الطبقة الاخيرة ودائما حرصوا على ان الفلفل الحارة اللي تبغي وترقدو يعني كنناخدو منها واحد شوية كندوقوها مني كنلقوها حارة يعني كنشروها كنقسم واحد شوية كننقصوها كنلقوها حارة عارفوا بانكم غدين تاخدو الفلفل ديالكم هي هاديك نحاولو اننا كيف كنقولو نضغطو عليها او لندكوها باليد ديالنا لان هاكا تنزل منينكت بدا طيب صفيرة هاكا تنزل شوية هنا عندي الملحة عندي الملحة عندي الملحة وعندي الخل تقريبا هاد القرعة غادي نوضع فيها جوج احتل ثلاثة لمعالق كبار عامرين ديال الملحة وغادي نضيف كاسد ديال الخل كيشفتوا معايا هاد الخل العادي وجدت قرعة ثانية لانني وجدتها بنفس الطريقة بطبيعة الحال وحتى هي ضفت لها جوج معالق كبار كيكونوا عامرين احتل ثلاثة كيف قلت ديال الملحة ستبقى على حساب الحجم ديال القرعة اللي عندكم كاسد ديال الخل وعندي هنا لما مغلي لما مغلي بحال غا نعمره بها اتي يعني غير كان نحي دوم المقراج كانت فعليه واحد شوية نخلي غير كتهدن منه ديك يعني درجات الحرارة صفي وكان بداء نفرغ فيه وهويا عندنا مغلي هالطريقة هادي رها ناجحة وكتوجد لنا الفلفلة في خلال اسبوع يعني اسبوع غادي تكون عندكم مواجدة كيف قلت لكم هادي الطريقة اللولة وهذه نشوفوا مع بعضياتنا الطريقة الثانية بغيتوا اضيفوا الرس معلقة ديال الخرقو معرق يعني لطحنين عليه دينا بطبيعة حال ما كان هدرش على ملوين غدائي الخرقو معرق ممكن انكم اضيفوا الرس ديال معلقة لانه كعطينا واحد اللون اللي زوين لدك الدوائر ديال الحامض اوف نفس الوقت ره ساحي عندكم عويدات ديال الخرقو معرق ممكن انكم تضيفوا هنا علش انا كنضيف الماء شوية و كنعود نرجع و كنبيين لكم ان الفلفلة منين كتشربة كنسنع لها واحد شوية و كنعود نرجع كنلقى شربة شوية ديال الماء كنعود نغطي خصنة القرعة تكون عامرة في الوجه ديالها عاد غادي نفرغ زيت زيت نباتية و كنناخد واحد البلاستيك غدائي او لهد يعني السلوفان ولكن ما غديروا لها السلوفان حتى كتشوفوا بانه صفي القرعة ديالكم او لا القرعة يعني رها ممتلئة بالماء حيث كنضروا غير واحد شوية كنلقوها شربات سوف نسدها مزيان بطريقة اللي محكمة الزيت كتكون في الوجه ديالها و كننقلبها بها الطريقة هادي باش كتدوب ليا ديك الملح اللي درت فيها بنفس الطريقة غادي اندي رحتها القرعة الثانية هنا يا بالنسبة لهاد القرعي يعني عندي كيف كنقولوا ماشي محكمة الاغلاق داكشي على شك نعاون بسلوفان ولكن ما فيها باس كان اكد دائما ديروا السلوفان بحل هكا اولا بلاستيك غدائي كي منع انه لهواء يدخل لها و انتم ما كتشوفوا بنفس طريقة كان حاول انني انضغط عليها يعني باش نتأكد بانه راه لما كان في اخر القرعة و مني كنضغط عليها راه كنشوفها كدير بحل نبيلات بحل لك تشرب ما تنسوا شوية ديال الزيت صفي و كتسدوا لها الحميمة ديالها مزيان صفي و غادي نتخليوها على جنب هادي الطريقة اللوله اللي فرغنا عليها الماء مغلي بنفس الطريقة غادي نديها ونجيبها يعني كيف كنقولو كنخد خدوها كبش كي يدوب لها في ها الملح او لو احنا حطيناها فوق البوتاجي مغلي مره مره كان نحركها ونجد نشوفه مع بعضياتنا الاقتراح الثاني اللي تهوى فيه الفلفلة الحارة هنا يعني عندي ذلك اللي ما بين خضرة و حمرة يعني الطرق بجوجهم ناجحين في جميع انواع ديال الفلفلة الحارة كما بغى تكون يا اما لي فيها الخضرة و الحمرة يا اما الحمرة ببوح ديتها ضروري ما كان نغسلها حتى هي مزيان وكان اكد على انها تكون جديدة ومنين كناخدوها راني كندوز وحدة بوحدة يعني لا لقيت شي وحيدة فيها شي حاجة مشي هي هادي كسافي كنحيدها يعني شي تقيبة ولا كتكون مضربة من الجناب كنحيدها كنديرها في واحد الاناء كيف كتشوفو معايا وبنفس الطريقة غادي نفرغ عليها هادي تهي لما مغلي على هاد الشكل نقص لها شوية من ذاك الكتب اللي كيكون فيها وغادي نواخد واحدة طبيصل هادا جاني شوية كبير غادي ندير واحدة طبيصل اللي يعني منين حطوه ما يخليش لييد وكل فلفلات مهزوزين الفوق غادي نتكونوا فهمتوني يعني نختاروا شي تبصي اللي هبط فوق من هاد الفلفلات كيف كنقولو بهاد الطريقة ما يخليهاش كيف كنقولو كيف كنقولو ما نخليهاش مهزوزين الفوق غادي نخليها تقريبا واحد عشرة دقايق بحال هاكا بيد ما كتت تسخف بدك لما سخون سافي وغادي نحيي تدك هاد الطبيصل وغادي نحطها في واحد شبيكة ونخليها تسقطر عليها على جنب عندما كتشوفو صافي داز ديك المدة وغادي نرجح باش غادي نهزها ونصفيها احتى هاد الطريقة هادي زوينة بزاف وتقسمت معاكم في بداية القناة طريقة ديالترقاد الفلفل اللي هي حلوة وبنفس الطريقة يعني فرغنا عليها الماء اللي مغلي صافي نصفيها وهنايا غادي نخليها تاني حتى غادي نشفي يعني نحاول انه نخليها حتى كتتسقطر من هاد الماء مزيان لانه اللولا اه رقدناها في الماء مغلي وهدي ان شاء الله غادي نرقدوها في زيت البلدية او لا زيت زيتون ممكن ديروحتها زيت رومية ولكن المدق كيختلف بنفس الطريقة غادي نديرها في واحد القرعة اللي كتكون معاكمة طبعا لحال وكيكون عندها سدادة اللي هي مزيانة نديروها في القاعدة ديال القرعة ديالنا نقاون هزوش ويبش ويحتى نعمروها خليوها حتى تبرد يعني تبرد لكم هاد الففلة غادي نسمها ورقة تقديل سيدنا موسى حتى نحاول انه ندير ورقة من هنا ورقة من هنا وعندنا ضريسات ديال تومة ياما كنضغط عليهم بمعالقاء او بالقاعدة ديال الكاس باش هكا يغيك تهرس ولكن كتكون بالقشيرة ديالها بغيتوا تديروها صحيحة غادي نديروها صحيحة غادي نضيف لها ججمه على الكبار ديال الملحة ودائما الملحة غادي يتبقى على حسب القرعة اللي درتون تومة يعني بعد مرات كنديرو في قرعات صغار مرة كنديرو في قرعات اللي هي الحجم ديالها كبير هادي ان شاء الله بزيت البلدية صفيو كنعمر القرعة ديالي بزيت البلدية او لا زيت الزيتون نصيحة اخواتي حاولوا تديرو الملحة اللي تكون شوية حرشة يعني اللي كنغسلو بها كيف نقولوا الدجاج او لا العادية ولكن كتكون شوية حرشة صفي غادي نسدها مزيان وكنخليوها تايحة تكت نزل وبنسبة الفلفلة اخواتي هادي الفيديو راه كان باين حاولتها هي كانت تكوها بسكين يعني غير اللي التذكير لنكون ما نسيتها ما قلتهاش في البداية كنغطيها بطبيعة الحال بلاستيك غدائي وكنسدع لهم وكنخليهم في واحد البليسة محكمي للاغلاق كيف قلت لكم اسبوعك يكون وجد هنا اخواتي غادي نذكركم بالحامض مصير تقسمتهم معاكم في سنة الماضية يعني طرق اللي هي مختلفة وزوينة نخلي لكم الرابط في صندوق الوسط ديالترقاد الحامض مع الزيتون يعني غير باش ما يكونش الفيديو طويل ونعاود نرقد مرة اخرى هدا راه ديال العام اللي فات ها هو يا شوفوا معي اللون دياله كيفاش داير دبا في هاد اللوقيت اللي انا كنركب فيها الصوت يعني الحامض بقي شوية غالي هاد الشي عليش غدي نقول لكم منين يرخاص الحامض الوصفة كينا في القناة ان شاء الله حتى هو يا رقدوه بطريقة اللي هي الناجحة وزوينة مصبغي الصحة والسلامة اخواتي رقدنا مع بعضياتنا زيتون بطرق المختلفة الفلفلة الحلوة هي مرقدة الفلفلة الحارة يعني ما نقول لكم اللائحة طويلة سوف ندزل شوفوا مع بعضياتنا المربة ديال التفاح اللي جاء لديد لديد بزاف اخواتي والله إلا كنا نكون فيه بل معي يلقوا ونعاود عندي هنا يتفاح كيف كتشوفوا معي يتفاح عندي تقريبين واحد جوش كيلو ديال التفاح اللي مغسول مزيان ودائما من يتبغي تدير المربة خدو تفاح اللي كي يكون تمن اللي هو يرخص دياله اراه نفس الفوائد ما كإنما بينغالي ولا ما بينرخص غير دابرة ما شاء الله موجود في الأسواق سوف نأخذ عندي جوش كيلو سوف نقشرها كاملة و هنا عفوا أخواتي قبل ما نقول لكم سوف نقشرها عندي هنا هاد الإناء البنيو السوبر اللي وضعت فيها كمية الماء ونفرغ فيها العصر وطريفات الحامض باش هكا اللي قشرناها غادي نرميوها في هاد الماء اللي فيه الحامض باش كي بقاء في اللون دياله يعني الحامض عفوا انتفاح غادي بقلينا في واحد اللون اللي هو يزوين و احنا اصلا محتاجين باش غادي نسمو هاد المربة هاد بالحامض كيف قلت لكم اخواتف من قبل ان الوقت الحامض بقى ما موجودش يعني بزاف وبتامن ليه وزوين هاد شي علاش حتير خاص ان شاء الله ووجدوه دبرا غير لدوك الحامض اللي بغيت باش نصيب هاد المربة يعني لقيت تامن مازال غالي وف نفس الوقت صغيرين وما فيهمش كمية كبيرة ديال لما كنقشر الحامض اه الحامض عفوا كندير المونتاج في واحد الوقت اللي هو متأخر في الليل اه المهمة الديوشالية في هاد الاخطاء يعني كنقشر تفاحة و كنرميها كنحيد لي هادوك العظيمة اللي كيكونوا في الداخل و كنرميها في هاد الماء انا كنقول لكم الديوشالية اللي خطأت ولكن ما تسالوني الا الوصفة تكون كاملة مكملة بالشرح الوافي و الكافي كيف كنقول دائما و كيف تعودوا معي و تعودوا معي متتبعاتي الغليات ما كان حاول كان حاول انني يعني ما نقصش المراحل بزاف او لا نحرق المراحل بزاف باش تبقوا معي خطوة خطوة ولو المبتدئات يصيبوا اي وصفة و يكونوا ضامنين نجاح ديالها يعني و خط القودة اكتفح اللي كيكون رخيص و كتكون فيه شي ضريبات هكا ما فيها بس هو اللي توضفوه اللي بحل هاد المربع هدا راكيكون زوين تقاسمت معاكم طرطة ديال تفاح من اروع الوصفات اللي ممكن انكم تجربوا انتم ما شوفوا معايا الكمية ديال تفاح اللي نقيت و اللون ديالها كيفاش دايرها و كيبه لكم يعني و خدكون كمية كبيرة مع ذاك العصر ديال الحامض مع ذاك القشرة دياله يعني كيبقى اللون دياله زوين هنيا غادي ندوز باش نوجد يعني غادي نخليها على جنب تنرجع غادي ناخد واحد الطنجرة او اللي كتكون تقيلة و غادي نفرغ فيها جوج زلايف عندي هنيا ديال السكر جوج زلايف ديال السكر ساندة او سكر حبيبات غادي نقول لكم العبار او نخلي لكم العبار يعني مضبوط في صندق الوصف لان كل زلافه تختلف من عند اخت الاخرى غادي نضيف عاصر ديال الحامض من السكر حتى الكاس لاروب ديال عاصر الحامض غادي نضيف ليهم كاس ديال الماء و نوضعهم فوق النار على نار مهيلة بحل اللي غادي نصيبو سيرو وهي على البطاء او اللي تنجرة ديالي فوق النار على عافية مهيلة كنرجع اننا لها دفح و نبدأ نقطع مكعبات لهمص غورة و دائما في ديك الكميه اللي عندنا ديال الماء مع القشرة ديال الحامض مع عاصر الحامض و اردو البلد تنجرة ديالكم كيف قلت على عافية مهيلة شمعة يعني حاجتي انه هادك سكر يرجع عندنا واحد سيرو يعني سيرو خفيف ما غاديش نقول لكم غا يرجع لنا كراميل لا سيرو غادي نشوفه معايا خطوة بخطوة و انا كنقطع فالتفح المكعبات اللي هما صغورين كنحاول نبيل لكم القطع ديال تفح قداش و في نفس الوقت اللون ديالهم كيفاش داير يعني ما كيتأكسدو موالو هكا باش تفح ديالنا يجي اللون دياله زوين او لا عفوا المربة ديالنا يجي اللون دياله زوين غير ديروا هاد الكيميه و ضوبلوها انا متأكدة غادي نتاكلوه وتعاودوه ان شاء الله و كيف قلت لكم غادي نشوفوا معايا الطريقة ديال تخزين دياله باش يبقى مدة طويلة غادي نرجعو الطنجرة ديالنا نشوفه معايا يعني انا كنت مرة مرة كنحركها او كنشوف عافيم هي لغير خليه بوحدته غادي يسيح و يدوب و يكون على هاد الشكل هالطريقة هاديك تعطينا واحد المربة اللي هو زوين يعني بتجربة ديالي بزاف ديال وصفات هاد الطريقة هادي عجبتني بزاف حتى ان شاء الله جربوها و غادي نترضع لي الخبار كيف قلت غادي نحصله على سيرو بهد الشكل هاده و عندي اتفاح اللي باقي في الماء اللي فيه الحامض ماشي بزاف ديال ما كيف قلوه غير القياس اللي يكون عندنا مغطي صفي كان بدا انهزو بالصفي و كان وضعوه في فوق الطنجرة اولا عفوان كيف قلوه في طنجرة مباشرة احلى هاد الشكل هاد الكيميه ديال جوج كيلو كونوا متأكدين انكم غادي نديروها وتعودوها لانه كينفع بزاف يعني كينفع بزاف ديال الوصفات اللي ممكن انكم تحتاجوا فيها المربة و غادي ندوز نسموه هنا يا بالقشيرات ديال الحامض صدقوني اخواتي هاد المربة فيه غادي نتقسم معاكم واحد الحيلة اولا واحد لاستوس اللي لضفتوها ليه كاتعطيه مضاق ممتاز انا هنا يا انتوك الحامضات راه مصغورين دبز معاهم باش نحيط غير ذيك القشيرة الفقنية واكيد ما توصلوش حتى القشرة البيضاء كان اكدها كان اكد عليها عفوان باش ما تعطيكم مش المرورة بنسبة الاضافة اللي غادي نضيفه و بطبع الحل غادي نبدأ نحرك فيه اولا كنقلب فيه انا بالنسبة لهذا المربة يعني ما دارش ليه ذيك الرغوة سبحان الله ما دارش ذيك الرغوة اللي كتيره بقيت مره مره كنحركوه لا بنت لكم ذيك الرغوة كتيره غادي نتحيدوها ما بنتش ليكم راكم كتبقوا تقلبوا فيه من الاسفل الاعلى وانتو ما غاديين ما تنسوش ليه طريطقة ديال الملحة طريطقة ديال الملحة طريطقة ديال الملحة صدقوني اعطات فرق كبير ما بين انا نديروه المربة بلاء ملح و طريطقة ديال الملحة راها ضرورية و هادي نضيف معلقة صغيرة ديال الزبدة هنا در الزبدة بلدية اول حاجة كتعطينا ديك اللمعة ثانيا ما كتخليش ديك الرغوة كتيره و كنبقوا بهذا الطريقة مره مره كنقلب فيه ما كنسدش طنجرة يعني كنخليها غير مبسما كيف كنقولو باش ما يدرش ليه ان ديك ما يطلعش هكا و يفضلينا فوق على العموم راه يديها يد التقلب هانتو ما كتشوفوا معي كنخليها مبسما بهذا الطريقة و كنخلي ديك القفالة اولا كنخلي عفوان دك لخشبة و كيف كنسميه باش كننحركو كنخليها من الفوق باش كتحبس ليه ان ديك الرغوة طلع اهنا اخواتي وصلت لهذا المرحلة يعني بسرعة طاب جيت نظر لقيتو اللون ديانو ما شاء الله هرها تحمر هرها ما كي ياخدش واحد الوقت اللي هوياء كبير في الطياب او لا عفوان وقت كتير صفي فاش كنشوف ان القطع تراهم دبالو وطاب وكنهز واحد الوحيدة بلما يلقى ولنضوقها ولقاها صفي طابت انا ايا كان نبغيه يكون كيف كنقوله مهروس ما يكونش قطع وما يكونش جاري كامل يعني باش نوضفو كيف ما بغيت ناخد هاد البراميكسور ونطحنو واحد طحنة اللي هي خفيفة بغيتو تطحنوه بهاد الالة هادي ديان البراميكسور الى توفرات لكم احسن ما كانش ممكن ديرو الطحنة العادية ديان الماطيشة القديمة اللي عندها الشبكة ديان العيون اللي هما كبار غادي نطحنوهم فيهم كنفضلها على الخلاط الكهربائي غادي رجع كله خفيف و جاري ما كيعجبنيش انا شخصيا في نفس الوقت كيغير من اللون ديانو وكيخلي الهواء يدخل فيه يعني البراميكسور او لا الماكينة العادية يقولوا الطحنة ديان الماطيشة او لا طحنة ديالحوت البلدية اللي العيون ديالها كبار صافيو كنرجعو فوق البوطاء او لكن خليه فوق البوطاء لانني انا مطفيتش عليها بقيت يدي يد التحرك وهانتو ما كتشوفوا معايا عندي بضع قطاع لانني انا حاجتي به يكون بحال هاكا وكيعجبني ان المربة يبقى في هاد القطاع شوفوا اللون دياله كيفاش داير كنحاول نخليليكم الصورة تاب تاب حال هاكا باش يبال لكم القطاع دياله ونحطيته طبصيل او لفوق ارضية بيضاء باش يبال لكم اللون دياله دهبي ما كنخليش حتى كيف كنقولو يولي عاقد او لناش بزاف وبالنسبة لكمية السكر خليليكم بضبوطة بنسبة الاخوات اللي كيقولوا بغينا اقل نسبة ديال السكر راه هادي كمية اللي معقولة ياخدها اي واحد بغى يعني ما كنبغيش انا الحلوة كيف كتعرفوا نيرا ما كتعجبنيش لحاجة حلوة بزاف غير هو الطريقة التخزين اللي بغى تنقص الحلوة غادي نقول لكم الطريقة ديال التخزين هنا يا عندي قريعات اللي معقمين اللي كنعقموهم بالطريقة المعروفة يعني كنغليهم في الماء من بعد كننحطهم فوق واحد سريبيتا وكنخليهم على جنب حتكيبات اللي لكام لما كنمسحوهم موالو يعني بالنسبة الاخوات اللي بغوا يحتفظوا بهم في القراعي ديال الزاج تقسمت معاكم المربة ديال الماندارين ديال السنة الماضية يعني من قبل الطريقة ديالتخزين دياله في المجميد بالقراعي ديال الزاج لكن كن واحد النقاط اللي خاصنا نحترموهم هنا يا الطريقة ديالتعقام غادي نقول لكم دكش اللي تحتاجوا إلا بغيتوا المجميد بغيتوا تحتفظوا بهم خارج اللاجة يعني المربة دياليها هو واجد كنخليها على جنب كيف كنقولوك غير شوية درجة الحرارة لاننا غادي نعقموهم القراعي تسدو سوف يبقوا هالطريقة اللي كيكون بقي سخون المربة مني كنسدوهم القراعي ولا كن وضعوه في القراعي كيف كنقولوه بحالة كنصبروهم وهو مسخن او لا عفوان المربة هاهو يسخن راه كيبا لكم غير هو ما شكي كنطفع ليه كنعمر الا باش ماتتردقوش لنا القراعية غادي نخليهم غير تهدل منهم درجة الحرارة صف يو غادي نعمر القراعات ديالي هادو مثلا إلا بغينا نحتفظو بهم بلا مجمد بلا تلاجة بغينا نعمر القراعات غادي نسدهم عفوان وغادي نقلب القراعات على فمهم ديك طريقة كتخلي ان الضغط ديال يعني ديال القراعات كيرجع عليها بغيتوا تحتفظو به في المجمد كتخليوه حتى كيبرد تماما كتعمروا الطويسات وكتديروهم في المجمد بغيتوا ديرهم في قراعات وديرهم في المجمد ما تعمروش القراعات حتى الفم ديالهم هانتما بالنسبة لهذه الطبيسات هادو غادي نحتفظ بهم أنا غير في تلاجة يعني هادو غادي نخليهم غير في تلاجة القراعات غادي نسد لهم الفميما ديالهم وغادي نقلبهم وغادي نخليهم يباتوا ليلا كاملة صفي وغادي نحتفظ بهم هادو خارج التلاجة كيف كان قولوه اولا المجمد بغيتوا في القراعي وغادي نشرح لكم اكثر بغيتوا ديرهم في قراعات وديرهم في تلاجة في المجمد ما تعمروش القراعات حتى الفم خليوا فيهم واحد جو صبيعات بحل هكا اولا ثلاثة خليهم معا مرش وصدوا القراعات وديروها في المجمد وصدقوا نراه ما كيت ترتقوا موالو ليكي خلي القراعي يترتقوا هو الحاجة اللي ما كيكونش فيها مثلا زيت وما كيكونش فيها السكر هكا كيت ترتقوا القراعي كيكون غير الماء اول شي حاجة اللي هي جارية ما طيبة موالو المربة ديانه هو هذا هانتو ما شفتوا معايا درتوا في طريف ديال الخبز اللون دياله غزال والمضاق غادي انت تجربوه وتردو عليها الخبار سمحوا لي اخواتي لكن كنت نطول عليكم في الشرح ولكن كنحاول انني نوصل لكم الفكرة وبنسبة الاخوات اللي كتجيهم شي اسئلة فرصهم كيف كنقول كنحاول نجاوب عليها قبل ما تسولوني واحتل سولتوني ما فيها بس طلباتكم كيف كنقول اوامر مرحبا بتساؤلات ديالكم اللي ما فهمتش حاجة على الرأس والعين نشرحها لكم خليتليكم الراحة ولهنا دمتم في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما تنسونيش فضلا من تجاعة ديالكم اخواتي